من الشوارع الحارة المتربة في أمريكا اللاتينية ومن الفقر والعنف صنع جابريل جارسيا ماركيز خلطته من التاريخ والخرافة من الواقعي والفانتازي ليبدع عالما يماثل في صخبه وتنوعه كرنفالات القارة الأمريكية الجنوبية هنا نشأ ماركيز في بلدة أركتاكا الكولومبية طفلا وحيدا في منزل جديه ومن محصول الطفولة استقى ماركيز مادة أشهر رواياته مئة عام من العزلة صحيفة نيويورك تايمز كتبت أن مئة عام من العزلة هو الكتاب الأول منذ سفر التكوين الذي يجب أن تفرض قراءته على جنس البشر بكامله بلغت مبيعات العزلة أكثر من خمسين مليون نسخة في أكثر من ثلاثين لغة وبالفعل فإن مبيعات كتب ماركيز في اللغة الإسبانية فاقت كل كتاب آخر على الإطلاق باستثناء الكتاب المقدس بدأ ماركيز حياته المهنية كصحفي يساري وقضى معظمها منفيا ويعد ماركيز هو الكاتب الأشهر والأهم باللغة الإسبانية منذ ميجيل دوسيرفانتس مؤلف في رواية دونكيخوتا في القرن السابع عشر صنف النقاد عمل ماركيز باعتباره مؤسس الوقعية السحرية أما ماركيز نفسه فقال إنه فقط عكس الحياة اليومية في بلاد أمريكا اللاتينية لم أخترع شيئا يمتدح الناس دوما خيالي أما أنا فأعتقد أني واقعي حتى نخع كل ما يقال إنني اخترعته هو موجود بالفعل هناك في الواقع جائزة نوبيل الشهيرة للأداب عام 82 لم تعني مطلقا نهاية إبداع ماركيز من أشهر ما كتب بعدها الحب في زمن الكوليرا لكن نشاط ماركيز السياسي تزايد منذ نوبيل وكان صديقا شخصيا مقربا من الزعيم الكوبي في ديل كاسترو وفي سنواته الأخيرة كان ماركيز ما يزال يحاول بناء جسور بين كوبا والعالم الخارجي ويرحل ماركيز كأيقونة جمعت بين الوعي السياسي والخيال المتدفق الخلاق ناصر فرغالي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر